للتغير المناخي أضرار كارثية تشمل مختلف قطاعات الحياة سنتطرق اليوم إلى الشق الإنساني من زاوية النزوح الذي يتسبب به التغير المناخي وفي حديث الأرقام يقول البنك الدولي أن 200 مليون شخص معرضين للنزوح داخل بلدانهم وذلك بحلول عام 2050 تفاصيل عن هذا التقرير وإضاءة أشمل على هذا الملف الساخن مع زميلنا سامي قاسمي سامي مساء الخير مساء النور على ما يبدو التغير المناخي لديه تأثيرات كبيرة هذه المرة على النزوح بالفعل شونطال التحذيرات لا تكف بشأن تدعية تغير المناخي وما يتبع ذلك من أثار سلبية تهدد البشر البنك الدولي أصدر أحدث ما جاء بهذا الشأن إذ خلص تقرير إلى أن تغير المناخ قد يدفع أكثر من 200 مليون شخص بحلول 2050 إلى مغادرة منازلهم وذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للحد من الإنبعاثات وسد فجوة التنمية في سيناريو آخر يفرض مستوى منخفضا من الإنبعاثات وتنمية شاملة ومستدامة يمكن أن يكون عدد النازحين أقل عن العدد المتوقع ولكن لا يزال يؤدي إلى نزوح 45 مليون شخص تشير الدراسة الصادرة عن البنك الدولي إلى وجود عوامل عدة مرتبطة بتغير المناخ قد تدفع لنزوح ملايين السكان في مقدمتها ندرة المياه وخفض إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع مستوى سطح البحر البنك الدولي حدد ست مناطق في العالم قد تشهد أكبر موجات النزوح بسبب تغير المناخ وهي أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء كذلك مناطق أوروبا الشرقية كما نشاهد هنا وآسيا الوسطى وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادي تحدد الدراسة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء كأكثر المناطق عرضة للخطر ويرجع التقرير ذلك إلى أسباب عدة منها التصحر والاعتماد على الزراع حيث يتحرك ما يصل إلى 86 مليون شخص بسبب المناخ داخل حدود بلدانهم وتوصي الدراسة في الأخير بضرورة اتخاذ إجراء جماعي عالمي لتقليل الإنبعاثات والاستثمار في تنمية شاملة صديقة للبيئة بما يسهم في مواجهة التدعيات السلبية للتغير المناخي ومنها النزوح متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من باريس مستشار الأمم المتحدة لأثار تغير المناخ والكوارثة الطبيعية دكتور بدوي رهبان دكتور بدوي مرحبا بك ما مدى دقة الأرقام التي يقدمها لنا هذه المرة البنك الدولي حينما يتحدث خصوصاً عن نزوح مئتي مليون شخص بحلول الفين وخمسين إذا لم يتم الحد من الإنبعاثات إن الأرقام التي قدمها التقرير هي ناتجة عن فريق عمل شغلة على هذه الأمور عدة سنوات لذلك الأرقام هي جدية ويجب أن نأخذها بعين الأتبار والنزوح بسبب إثار تغير المناخ بدأ بالفعل لا ننسى مثلاً إذا أخذنا الصين إن الصين وإدارة مدينة شانجهاي الشهيرة بدأوا يفكرون كيف في المستقبل البعيد ينبغي ربما إعادة تمركز بعض السكان في شانجهاي إلى أماكن أخرى مرتفعة بسبب ارتفاع سطح البحر كذلك في شمال أفريكا وفي أمريكا الجنوبية وفي أيضاً الصحراء وربما بعض المناطق في الشرق الأوسط ينبغي أن تخطط من الآن إلى آثار تغير المناخ من ضرورة نزوح والوجوء إلى أماكن أخرى هذا هو الواقع أين هي هذه الأماكن؟ دكتور بدوي اسمحي على المقاطعة أين سيعيد البشر انتشارهم؟ خصوصاً المناطق المعرضة لخطر الفيضانات والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك لن يكون هناك منطقة في العالم بمنأة عن هذا الضرورة بمنأة عن ضرورة النزوح لأن النزوح ينبغي أن يكون هو الخيار إذا لم نستطع أن نحمي المدن الساحلية التي هي مهددة بارتفاع سطح البحر إذا لم نستطع أن نحميها بجدارات هائلة ينبغي أن يكون هناك إعادة تمركز كذلك على ضفاف الأنهر التي تهدد بالطوفانات مثل ما شهدنا مثلاً في ألمانيا في شهر يوليو وأغسطس الماضي كذلك ربما المدن الصناعية والأوروبية يجب أن تعيد النظر في تمركز سكانها هذه هي الأخطار عن المخاطر الطبيعية المفاجئة ولكن هناك المخاطر التي سوف تكون على مستوى البعيد مثل التصحر مثل موجات الحر نعرف أن بعض المناطق اليوم حتى مثلاً في باكستان اليوم هناك بعض المناطق لا يمكن السكن فيها بعد الآن بسبب ارتفاع موجات الحرارة والموجات الحر الشديدة إذن كل هذا يتطلب وعي وإدراك وإجراءات في كل المناطق الجغرافية وعندنا الوقت عندنا الوقت هناك عقود أمامنا يجب أن ندرك هذا الأمر وأن نخطط من الآن في استراتيجيات بعيد المدى صحيح كل المناطق التي ذكرتها دكتور بدوي معرضة وكما تقول أنه لا يوجد منطقة في العالم لن تتعرض لمخاطر ولكن التقرير تقرير البنك الدولي يحذر ويقول بأن المنطقة الأكثر خطورة هي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لماذا هذه المنطقة تحديداً ستتعرض إلى أكبر المخاطر إن آثار تغير المناخ هي بالدرجة الأولى ندر المياه وشح المياه من جهة وأيضاً الجفاف والتصحر ونعرف أن المناطق في أفريقيا الجنوبية في المناطق الجنوبية من أفريقيا تعاني الآن من هذا الخطرين خطر الجفاف والتصحر وخطر أيضاً الطوفانات عندما تشتد هطول الأمطار هذا ما نشهده إذن مشكلة المناطق الجنوبية في أفريقيا هي أن يكون هناك ليس فقط نزوح داخل الدول ولكن أيضاً نزوح من بلد إلى آخر وهذا سيشكل مشاكل مشاكل جيوسياسية مشاكل إنسانية وربما مشاكل صحية يعني صحة البشر هي على المحك هل تعتقد دكتور بدوي رهبان أن المجتمع الدولي قادر على كسب الرهان في حماية كوكبنا وبالتالي تجنب السيناريو الأسوأ باختصار لو سمعت بالطبع إذا اعتمدنا على أهمية العلم والتكنولوجيا الذين يسمحان لنا إذا اتخذنا التدابير أن نواجه هذا الخطر ولكن العلم والتكنولوجيا يتطلبان إرادة سياسية وأيضاً إدراك على مستوى كل أصناف المجتمع على مستوى كل فرد لا نتكل فقط على الحكومات والإرادة السياسية ولكن نأخذ زمام الأمور بأيدينا في القرى في البلدات في الكطاع الخاص على كل المستويات إذا ما أخذنا هذا الأمر على مستوى الجدية مثل ما أخذنا أزمة الكورونا الفيروس الكورونا على محمل الجدية يتطلب الأمر تضحيات يتطلب الأمر إجراءات هامة وجدية وربما خطيرة إذا لم نتخذها الآن شكراً جزيلاً لك دكتور بدوي رغبان مستشار الأمم المتحدة لأثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية كنت معنا من باريس شكراً جزيلاً لك شونطال كما استعرضنا مع الضيف وفي الشاشة الحائطية يعني ينتظرنا الأسوأ ولكن في إمكاننا أن نحد من خطورة هذه الكوارث إذا ما اتبعنا المصار الصحيح وهو الاقتصاد الصديق للبيئة وما إلى ذلك أكثر ما لا فتني في كلام ضيفك سامي عندما قال أنه لا يوجد بقعة في العالم ستكون بمنأة عن هذا الخطر ومن هنا يجب النظر إلى أصل المشكلة لحل أصل المشكلات يجب على كل واحد مننا أن يعرف كفية مركز شونطال سنكون بانتظار سامي مؤتمر جلاسكو الدولي وكيف ستلتزم كل هذه الدول المشاركة للمرحلة المقبلة لابد أن نكون أمام رؤية موحدة كما ذكر ضيفك يعني هذه الرؤية التي واجهت أزمة كورونا بشكل موحد لابد أن تكون أيضا اليوم مرة شديدة لمواجهة التغير المناخ وما يحمله لكوكبنا وقد يكون العالم قد بدأ يلاحظ هذه التغيرات فيضنات في كل مكان عواصف وكوارث طبيعية بالجملة حرائق تحدث هذا ما يساهم في عملية تصحر لندرة المياه وما إلى ذلك وهذا يدق نقص الخطر لكل الدول تماما شكرا لك سامي على هذه المدخلة